تمكن الجيش اليمني من السيطرة على عدة مواقع في جبهة الكسار غربي محافظة مأرب وذلك بعد هجوم مباغة للميليشي الحوثية أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى كما استعاد الجيش أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها ميليشي الحوثي ولاذت بالفرار يأتي هذا فيما أحبط الجيش اليمني محاولة التسلل الحوثية على مواقع عسكرية في مدرية الصفراء بمحافظة صعدة